اشتركوا في القناة ومن جانب الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل بعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كما شهد الاجتماع حضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وأكد ممثل السلطة التشريعية الحرصة المشترك على متابعة مستجدات الحادثة مشيرين إلى أهمية تزويد الرأي العام بالمعلومات بما يعكس الجهود المبذولة للتعامل مع التسرب ويسهل في ذات الوقت المساعي الهادفة لضمان السلامة والمحافظة على صحة الجميع مثمنين جهود جميع الجهات بهذا الشأن وخلال الاجتماع أكد الفريق الحكومي أن الجهود مستمرة للتعامل مع التسرب والحد من انتشار رائحة الغاز في بعض مناطق المملكة حيث أن الخلل محدود وفي المراحل الأخيرة من المعالجة والوضع حاليا آمن وتحت السيطرة والمراقبة المستمرة وأشار الفريق الحكومي إلى أن الجهات المختصة باشرت حصر التأثيرات التي يحتمل أن تتسبب بها الرائحة إلى جانب وضع خطط التأهب والوقاية والاستجابة لضمان سلامة جميع أفراد المجتمع منوها بأنه جار التعامل مع هذا الخلل وفق معايير الأمن والسلامة لافتا إلى أن مستويات جودة الهواء في المملكة حاليا آمنة ومطمئنة وضمن المقاييس البيئية المحتمدة كما أوضح أن فرق الدفاع المدني متواجدة في الموقع على مدار 24 ساعة جنبا إلى جنب مع فريق الطوارئ في شركة بابكو كما يوصل فريق الاستجابة للطوارئ والمسؤولون التنفيذيون في الشركة تقييم الوضع على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وقال الفريق الحكومي أن وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة باشرت دورها في وضع خطة التأهب والاستجابة الصحية تحسبا لأي حالات طارئة قد تتأثر من هذه الحادثة فضلا عن صياغة آلية للتبليغ عن أي طارئ صحي مشددا بأنه لا يتوانى أو يتهاون عن الاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين واضعا نصب عيني حفظ صحة وسلامة الجميع كأولوية قصوى ترجمة نانسي قنقر